وصنطن تشكيل تحالف أمني استراتيجي في منطقة المحيطين الهندي والهادي يضم كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا في مشروع يهدد بتقويض التموحات الصينية من زانبها قالت الصين أن هذا التحالف يزادع بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين اتخذت أستراليا للمرة الأولى قرارا بالغ الأهمية للحصول على أسطول من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية طلب مساعدتنا ووافقنا ستكون المهمة الأولى للتحالف الثلاثي الجديد تعاون لمدة عام ونصف لتحديد أفضل طريقة لتسليم الغواصات على أن يتم تشغيلها بواسطة مفاعلات نووية غير مسلحة بأسلحة نووية لذا فإن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لا تفرض أي حظر على هذا الاتفاق على حين غفلة من العالم ودون مقدمات تحول استراتيجي يعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن من البيت الأبيض وإلى جانبيه على الشاشات رئيس الوزراء البريطاني ونظيره الأسترالي خارج إطار الجغرافيا بات تحالف أوكوس الاستراتيجي وهو عنوان شراكة الدفاعية والأمنية التي تجمع البلدان الثلاثة تحت عنوان عريض ظاهري حفظ السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي أما في الباطن فالهدف لجم الطموحات الإقليمية لبكين ووجوب حماية المصالح المشتركة هناك والاستثمار في التحالفات اليوم نتخذ خطوة تاريخية أخرى لتعميق وإدفاء الطابع الرسمي على التعاون بين دولنا الثلاثة لأننا جميعا ندرك ضرورة ضمان السلام والاستقرار في منطقة المحيطين للوهلة الأولى يظهر أن عين واشنطن على الصين فيما تعتبره بريطانيا نصرا دبلوماسيا كبيرا يجنبها عزلة دولية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي سباق الكبار هذا جعل أستراليا الرابحة الأكبر فقد حصلت على أسطول من الغواصات التي تعمل بالدفع النووي تشاركها أمريكا لأول مرة مع دولة أخرى غير بريطانيا فضلا عن صواريخ كروز أمريكية من طراز توما هوك أصبح عالمنا أكثر تعقيدا خاصة في منطقتنا هذا يؤثر علينا جميعا في المستقبل نطمح لشراكة أمنية ثلاثية جديدة معززة نوظف فيها تقنياتنا وعلماءنا وصناعتنا الدفاعية وتبقى فرنسا أكبر الخاسرين بعد أن طارت من بين أيديها صفقة القرن كما أسمتها حيث كانت تقدر بحوالي 90 مليار دولار أمريكي وقالت إن بايدن سحق الحلفاء وسلك طريق سلفه ترام في اتخاذ القرارات الفردية ما تسبب في الضرر لها وفسخ كامبيرا عقد شراء الغواصات الفرنسية حيث وصفها وزير الخارجية الفرنسية بالخيانة والطعنة في الظهر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وصف تعاون الغواصات الثلاثي بأنه يزعزع بشكل خطر السلام والاستقرار الإقليميين ويكثف سباق التسلح النووي رئيسة وزراء نيوزيلندا أكدت أن حظر الغواصات النووية من دخول مياهها سيكون ساريا على الغواصات التي تعتزم أستراليا الحصول عليها وبين الخفي والمعلن الذي تكشف مثل هذه التحالفات الجديدة عن بعضه يستمر الغموض عنوان منطقة ملتهبة تخبئ في باطنها صراعا متواريا قد لا يبقى كذلك زمنا طويلا ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الدكتور حسن المومني خبير العلاقات الدولية في الجامعة الأدنية أهلا وسهلا بك الدكتور هل نحن إزاء تطور يشرع الأبواب أمام فصل جديد من الحرب الباردة؟ أذه المرة مع الصين؟ مساء الخير لك ولمشاهدين الكرام لا شك هو ما حصل تطور آخر في سياق ما يسمى في النزعة التغييرية التي تعصف بالعالم حقيقة هذه النزعة التغييرية في سياق حالة تنافسية ما بين قوة صاعدة وقوة طبيعي تريد أن تحافظ على الوضع الراهن القوة الصاعدة على رأسها الصين والقوة التي تريد أن تحافظ على الوضع الراهن والمتحدة الأمريكية والمعسكة الغربي في هذا الجانب وأعتقد الآن بات جليا أن هناك حالة تنافسية وهناك حالة من العلاقات تتسم بها هذه العلاقات ما بين الصين ومن الغرب طارة في سياق تعاوني وطارة في سياق تنافسي لكن واضح جدا وضمن الاستراتيجيات وكثير من التصريحات الغربية أن الصين واحتواء الصين هي مسألة أولوية في هذا الجانب طبيعي احتواء الصين يتطلب بستراتيجيات متعددة ضمن وسائل وقطط معينة من ضمن هذه الوسائل التي هي مسألة قامة التحالفات حقيقة بين القوى التي يوجد عندها قواس مشتركة في هذا العمر لكن وصول حاليا وصول هذه الحالة التنافسية إلى نشر غواصات نووية من قبل أستراليا في المحيطين الهادي والهندي ما الذي يعنيه وما خيارات الصين حاليا وبدأ لها في الرضع على ذلك لا شك لأستراليا وهي قد تكون بالصياق المباشر الدولة الأكثر خوفا من الصعود الصيني في هذا الأمر وبالتالي الخوف على مسألة أمنها يدفعها للتنسيق مع الحلفاء الغربيين وبالتالي تسليحا نفسها في سياق هذه الغواصات النووية وبالتالي الآن أستراليا سوف تنضم إلى النادي النووي ليس في الموضوع الأسلح لكن بنهاية المطافة الغواصة النووية يسلاح وهذا يمكن سوف يدفع الصين إلى اتخاذ أيضا خطوات وبالتالي قد نشهد حالة سباق تسلح حلزوني حقيقة في هذا العمر الطبيعي الآن يفترض هذا التحالف يتعزز قد يشمل أطراف أخرى ولا تنسي أن قبل هذا التحالف كان هناك محاولات لكواد بمعنى إنشاء نوع من التعاون ما بين الولايات المتحدة الأمريكية أستراليا اليابان والهند بهذا الأمر منذ عام 2018 صحيح لم يتحول إلى حلف عسكري لكن قد لاحقا نرى مثلا اليابان تنضم إلى هذا الجانب أيضا السؤال المطروح ما علاقة هذا الحلف مع الناتو اللي هي أيضا هذه الدول حلف بالناتو في هذا الجانب في هذا الاتجاه الحقيقة في هذا الموضوع سمعنا تحذيرات دكتور سمعنا تحذيرات ومخاوف من أن هذا التحالف قد يؤثر على الناتو وقد يضعفه هل من مبرر فعلي فعلا لهذا الكلام أو هذا التحليل؟ مما لا شك فيه الآن كيفية تطور هذا الحلف هل هو سوف يضم أعضاء أخرى أم هو تجديد للناتو في هذا الأمر أم سوف يبحث عن آلية للتنسيق مع الناتو كلنا يعلم أن الناتو ومنذ سنوات يعاني من مشاكل ومشاكل داخلية عبرت عن نفسها ببال مرحلة ترامب بهذا الأمر التحالف الغربي بمعنى الأطلسي هناك أيضا مشكلة لاتحاد الأوروبي منذ سنوات يتحدث عن ضرورة أن يكون هناك قدرات وسياسات دفاعية مستقلة وهذه يمكن تعززت في الأولى الأخيرة في موضوع أفغانستان وشفنا كيف كثير من المسؤولين الأوروبيين بدأوا يتحدثوا عن هذا الأمر مقابل ذلك هل هذه الخلافات الأوروبية كافية لأن تقلق شرخ بهذا الأمر أم أن صعود الصين سوف يجبر الغرب على احتواء خلافاته والتوحد من أجل احتواء الصين والقوى الأخرى الصاعدة في هذا الجانب لا تنسي أن هناك قوى دولية أخرى صاعدة ودول روسيا تحاول أن تسعيد نفوذها وهناك قوى أقليمية فأعتقد الأيام الأشهر القادمة سوف تحدد اتجاهات هذا التحالف في هذا الإطار دعني دعني دكتور أصلت الضوء أكثر على الخلاف مع فرنسا في هذا الشأن هي قالت خيانة تعنا في الظهر يعني بدت كلماتها أشد حتى مما قالته الصين نفسها سؤالي ما الذي خسرته باريس فعليا من وراء هذا المتغير الاستراتيجي الكبير سوى طبعا حديثها عن خسائرها عن صفخاتها الملغة والتي تقدر بتسعين مليار دولار يعني عدا القسائر الاقتصادية أيضا فرنسا قد تخسر دورها عند يعني نرفرضنا لو قامت فرنسا بتسليح أستراليا ب12 غواصة إذن بدي يكون في هناك اعتماده أسترالية على فرنسا بهذا الأمر سوف يتعزز دور فرنسا الأمني والسياسي في هذا الاتجاه عدا عن الجوانب الاقتصادي واللي هو مهم حقيقة في هذا الأمر وبالتالي فرنسا اعتبرتها ضربة أيضا لا تنسي أن الشريك الرئيسي أيضا اللي هي البريطانيا والانسحبة من البريكزيت واللي هو بالنسبة لفرنسا والاتحاد الأوروبي الضرب بمسألة الوحدة الأوروبية في هذا الجانب وفرنسا بالنسبة لها قد تكون لسا مسألة الغواصات أكثر بكثير تأثيرا من مسألة انسحاب بريطانيا وموضوع البريكزيت في هذا الجانب وهذه قد تعزز الشرخ حقيقة في الإسياق الغربي لا تنسي أيضا فرنسا تاريخيا كان لها مصالح في المحيط الهادي والمحيط اليندي في هذا الجانب وفرنسا منذ سنوات تحاول أن تلعب دور وتعزز دورها الدولي في هذا الجانب لكن جاءت هذه الضربة والأسائل السؤال المطروح أيضا يعني خسارة هذه الصفقة واستبعاد فرنسا من هذا التحالف يعني السؤال المطروح لماذا لم يتم التوصل إلى حل وسط بمعنى الغواصات بمعنى أن تكون فرنسا أيضا جزء من هذه الصفقة بهذا الجانب واضح أن هناك أسئلة كثيرة التحالف الجديد إذن لم تتكشف كل أوراقه بعد وربما يحتاج مزيدا من الوقت ليتضح تأثيره على معادلات التنافس والصراع الدولي شكرا جزيلا لك دكتور حسن المومني خبير العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية